أعتقد طلب ترامب أن يكون لقاء سريع له مع السيد السوداني هو جزء من محاولات صناعة مستقبل جديد للعلاقة بين البلدين نحن نعرف أن هذه العلاقة توترت في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي أبان اختيال سليماني والمهندس الآن المشهد تغير عالميا إذا ما فعل ترامب فعلته وقام كما تعهد بإنهاء الحرب في غزة ولبنان وهو قد تعهد ذلك حتى للناخبين العرب والمسلمين الموجودين في الولايات المتحدة لن تكون هناك مشكلة إقليمية علما أنه دعا لأكثر من مرة أنه يريد أن يرى الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وهذا ما أكد علي السيد السوداني أيضاً ويريد أن يرى إسرائيل أكبر مما تبدو عليه وهو الذي نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس هل يطمئن بتقديرك إلى كل هذه التعاخدات التي يطلقها قبيل انتخابه؟ بكل تأكيد هو هذا التصريح صرح أن إسرائيل مساحتها صغيرة ولا بد أن تتوسع وإسرائيل عندما نقل السفارة إلى القدس امتنعت كل دول العالم أن تنقل سفارتها وكأن ما قاله ترامب لم يأخذ أي مدى انتقلت فقط سفارة الأمريكية وسفارتها أخرى حقيقة ليس كل ما يقال هو يتحول إلى ستراتيجية هو أيضاً هدد الديمقراطيين ووصفهم بأبشع الأوصاف وقال أنهم يريدون تقسيم أمريكا وأنهم كذا وكذا وكذا ولكن هذه حقيقة حملة انتخابية الأعمال تختلف أنا أعتقد ما سيواجه ترامب بالبداية هو الحروب التجارية العظمى التي ستكون على وجه الأرض ترامب يمتلق قدرة على مواجهة دول العالم الصناعية الكبرى لديه أزمة ربما في الناتو هو لا يريد أن تعتمد منظمة الناتو على أمريكا في التمويل وإنما على أوروبا ونسمع الآن من دول أوروبية قلق من وصول ترامب إلى السلطة وقلق أيضاً إلى حد أن يقول الرئيس الفرنسي ماكرون أننا يجب أن لا نتبع الأمن الأمريكي ويجب أن نفوض أنفسنا في إدارة أمن أوروبا حقيقة هذا الكلام سيقال ولكن علينا أن نرى الفعل ماذا سيكون هناك مع الصين ماذا سيكون هناك مع روسيا هل سيستطيع أن ينهي الحرب في أوكرانيا وهو ذكر سأنهي الحرب في ليلة وضحاها وسنرى بعد أن يتولى الرئاسة في أمريكا هل ستنتهي حرب أوكرانيا في ليلة أو ضحاها أنا أعتقد أن هناك اشتباك عالمي كبير يريد ترامب أن يخرج أمريكا من المؤازق التي وقعت بها في زمن بايدن وهو مساعدة إسرائيل بشكل مفتوح مساعدة أوكرانيا بشكل مفتوح تشنج العلاقات مع دول العالم بكل تأكيد لديه رؤية جزء من هذه الرؤية سنراه عندما يختار إدارته الحكومية من هم الأشخاص الذين سيختارهم ومن هنا نستطيع أن نفهم من خلال هؤلاء الأشخاص ما هي الأدوار التي ستناط بهم في المرحلة المقبلة